بدأت مدينة عدم تقاوم الميليشيات وتقدم الترحيات من دماء وأرواح أبنائها وكانت تعز وبكل قوة تقاوم العزاة بطريقتها مسيرات واعتصامات ورفض للحوثيين الذين يريدون أن تكون تعز محطة انقلاقا لحرب عدم خلال أيام من المسيرات والاعتصامات قدم التعز 14 شهيدا و42 جريحا وهم يهتفون لعدن ولحج والضالاء وكانت الميليشيات قد كشرت عن أنيابها وأهدافها الحقيقية في ملاقات شباب سلميين لا يملكون إلا الهتاف واللافتات وكان القتل المباشر للشباب هذه الميليشيات هذا الصوت لم يكن يعرف ماذا تعني عدن لتعز ولهذا هذا الكلام بالذات استفد أصحاب تعز لأن أصحاب تعز يدافعون عن عدن كما يدافعون عن تعز لا فرق أبدا تعز عدن تمثل قلب واحد لهذا الوطن البطين الأيمن والبطين الأيسر بكل ما تعني هذه الكلمة يسأل التاريخ تاريخ أبناء تعز في عدن وتاريخ أبناء عدن في تعز يسأل عبد الله باذيب ويسأل علي عنتر ويسأل صالح مصلح ويسأل كل هؤلاء الثوار الذين قادوا ثورة القبهة يسأل عشال يسأل كل الذين يثاروا يعني أصحاب القبهة القومية وقبهة التحرير ثورة 14 أكتوبر هؤلاء يسألهم ماذا يعني تعز ويسأل ابن عمان ويسأل أصحاب تعز ويسأل الزبيري ويسأل أصحاب المحاوظة الشمالية وماذا تعني عدن تعز تعز وعدن لن تكون إلا توأمان للحرية والنضاء فكل منهما آوى أحرار الأخرى عبر التاريخ عند الملمات وستظل تعانقان بعضهما حبا ووصالا ووقوفا عند اللزوم وإن حاول البعض الإساءة لهذه العلاقة الوطنية ترجمة نانسي قنقر